بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الخسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا لهيك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدهي وأقيم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناقك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي شدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إله أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساخ فليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت على محبة مني ولتسمع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أهى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال أربنا إننا نخاف أن يفرط عليناها أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأراه فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى الله أكبر